قوات سعودية تصل الى العاصمة المؤقتة عدن وتستلم المنشآت الحيوية عوضا عن القوات الاماراتية التي قالت المصادر انها غادرت المدينة مراقبون قالوا ان هذه الخطوة تعد احدى ثمار التفاهمات التي تمت بين الرئيس هادي والملك سلمان بالمغرب كمقدمة لتفاهمات جديدة تبدو الايام القادمة حبل بها خلاف الحكومة الشرعية مع الامارات لم يكن خافيا على احد خصوصا بعد محاولة القوات الاماراتية تغييب حضور السلطة الشرعية مقابل تشكيلات عسكرية وسياسية موالية لها بالاضافة الى ممارسة القوات الاماراتية الكثير من التجاوزات الحقوقية وقضايا السجون السرية والتعذيب وفق تقارير محلية ودولية مصادر اعلامية قالت ان القوات العسكرية التي قدمت من المملكة يشكل معظم قوامها جنود يمنيون ما دفع البعض للقول بان هذه الخطوة تعد بمثابة اجراء اولي في طريق تسليم عدن لسلطة الرئيس هادي تعيش عدن تغيرات دراماتيكية القت بظلالها على وضع الخدمات في المدينة فمنذ الامس زادت ساعات انطفاء الكهرباء بشكل كبير وشك السكان من الحر الشديد الذي يتسبب به الصراع السياسي في المدينة ويدفع ثمنه المواطن البسيط تملك الايام القادمة تحديد مصير عدن ومصير الشرعية اذ يتوقع البعض عودة نهائية للرئيس هادي الى عدن وممارسة سلطاته منها فيما يدور حديث عن مباحثات سعودية بشأن هادي لها علاقة بلقاء اعضاء البرلمان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عدن عقدة المشكلة والحل وهي الترمومتر المستقبلي لما يخطط له الخليجيون وما اسفرت عنه قمة هادي سلمان في مدينة طنجة المغربية اشتركوا في القناة